السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء أهلا ومهلا بكم مع درس الجديد من دروس مادة العلوم لطلاب الصف السادس القسم الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان فيزيك سالب كيميا الصالد شيملار أي التغيرات الفيزيائية والكيميائية عندما نسمع كلمة فيزيائية فهي طبيعية وكيميائية كما نعلم جميعنا المقصود بكلمة كيميائية ولمن لا يعلم فبإذن الله سيعلم بعد هذا الدعس أولا فيزيك سالدي شيمنيدير أي ما هو التغير الفيزيائي لنلاحظ هنا تغير الصوف من هذا الشكل إلى هذا الشكل أو تغير الورق من شكله الطبيعي إلى شكل هذه السفينة هل دخل عنصر جديد على الصوف من هنا إلى هنا أو هل دخل عنصر جديد على الورق من شكله الطبيعي إلى هذا الشكل؟ طبعا لا فالتغير هنا هو تغير بالشكل فقط وليس في جزيئات المادة هذا التغير يطلع عليه اسم التغير الطبيعي أو التغير الفيزيائي في آخر فقرة في الصفحة 104 نبدأ بشراء ما هو التغير الفيزيائي مادة نيالسجا قرنمون دا ميضانة جيلانديشم لارا فيزيك سالديشم دينير أي يطلب اسم التغير الفيزيائي على التغيرات التي تحدث فقط لمظهر المادة فيزيك سالديشم لارا أي أنه في التغير الفيزيائي فإن المادة الأولية تبقى نفسها أي أن التغير فقط هو تغير الخصائص الفيزيائية للمادة أي أنه فقط تغير شكل مثلا أي أن مكعب الجليد هو عبارة عن ماء متجمد متصلب تحول من المادة السائلة إلى المادة الصلبة أي أن مكعب الجليد إذا حصل على الحرارة فإنه يذوب ويتحول إلى الحالة السائلة فتحول الماء من الحالة الصلبة إلى العالة السائلة لا يغير الماء وإنما يغير فقط الشكل يعني سياد نشر أي أنه يتحول إلى الماء أي أن سوء فصوء الماء دوامي درس بوهار لاشر أي أنه إذا استمر الماء بحصول على الحرارة فإنه يتبخر سوء بوهار سوء ينغاز هالي در أي أن بوهار الماء هو ماء في الحالة الغازية سوء هالي يشتردك فارق لقرنور أي أنه كلما تغيرت حالات الماء فإنه يظهر ويتغير ولكن الجزئات التي يتشكل منها تبقى هي نفسه وهنا لدينا تجربة بسيطة ليست ضرورية وفي الصفحة 105 لدينا هذه الفقرة هي مهمة أي أن الناس يستفيدون من التغيرات الفيزيائية لعمل بعض المنتجات إرنين مثلا بلاستي متال بيا جام كسرك اريترك بشكل بريرك كل نصلي هالي قتر لير أي عن طريق قص كسرك وتذويب اريترك بشكل بريرك أي أعطاء شكل ما للبلاستيك والمعادن والزجاج فإننا نحصل على حالة يمكن تغييرها والاستفادة منها كما نلاحظ هنا في هذا الشكل عند تسخين الزجاج فإنه يصبح طري وقابل لتغيير شكله وتغيير شكل الزجاج بحث ذاته يعتبر فيزيكسيال دي شيم لأنه تغير فيزيائي الآن كمياصال دي شيم ما هو التغيير الكيميائي التغيير الكيميائي يجب أن يدخل فيه أكثر من مادة وأن تتغيير خصائص المادة الأصلية كما سنلاحظ هنا تعريفه ما هو التغيير الكيميائي على التغييرات التي تحصل في بنية جزيئات المادة الخاصة بها إلى جانب تغيير مظهرها والحصول على مادة مختلفة بطاطيسي دي لاملان ميسي فيزيكسيال كزارة المص كيمياصال دي شيم أي أن تقسيم البطاطا بهذا الشكل هو تغيير فيزيائي لأن شكلها تغير ولكن بنية جزيئاتها بقيت على حالها أما كزارة المص أي قلي البطاطا كيمياصال دي شيم دير أي أنه تغيير كيميائي لأن خصائص البطاطا تغيرت تهم أودونونيون مص دا كيمياصال بي دي شيم دير أي أن احتراق الخشب أيضا هو تغيير كيميائي لأننا كما نلاحظ بعد احتراق الخشب نحصل على مادة جديدة مختلفة عن المادة السابقة الأصلية أيضا تجربة صغيرة على التغير الكيميائي وهنا لدينا بعض الأمثلة عن التغيرات الكيميائية وهي مفيدة لفهم الموضوع أكثر ولضرب أمثلة إذا احتاجنا على ذلك نلاحظ شكل الموزة هنا أخضر وكلما نضجت أكثر تتحول إلى اللون الأصفر حتى أن طعمها ومذاقها ورائحتها تختلف وبالتالي هذا تغير كيميائي كيميائي أي عندما تنضج الفواكه فإنها تمر في تغير كيميائي 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 المثال الثاني سودات جزنان كاليسيوم طابلت ليري أي أقراص الكاليسيوم المنحلة في الماء سويا أطلدندا أي عندما نقوم بإلقائها في الماء ميضانات جيلان غاز كبارجتلار أي الفقاعات التي تحصل عند إلقاء هذه الأقراص في الماء كيميائي صاليسيوم كانت ضرر أي هي دليل على التغير الكيميائي أيضا المثال الثالث كما نلاحظ هنا المفرقات المائية هواي في شكلار بطلتندا كيميائي صاليسيوم كيمسونجو يايلان أسوك غوكيوزونو أيضا أي أن المفرقات النارية الهوائية عندما تنبجر فإن الضوء الذي ينتشر نتيجة التغير الكيميائي يضي السماء أيضا هنا في عملية تحويل الحليب إلى الجبن أو اللبن بكتيرياليرين فعالية ليريسونجو أي نتيجة ألفع الأنشطة البكتيرية سود كيمياء صاليسيوم قرار بجوكيلير أي أن الحليب يمر في تغير كيميائي جوكيلير أي أنه يترسب بويو والله يوغورت يضب بينير ارتيلير أي يتم إنتاج الجبن أو اللبن أو كما يطلق عليه البعض الزبادي بهذه الطريقة وإذا تسقطت قطرات من كلور على الملابس يتغير لونها كما نلاحظ هنا وهذا أيضا تغير كيميائي وهذا أيضا تغير كيميائي فإن لون الملابس الملونة يفتح أي يتحول إلى اللون الفاتح كما نراحنا هنا في المكان الذي تسقط عليه مياه الغسيل التي هي مياه الكلور وأخيرا المثال الأخير أي أن نتيجة التغير الكيميائي فإن الشمع المحترق ينشر الضوء والحرارة في محيطه وبعد هذه التجربة القصيرة لدينا جدول يعبر عن الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي الفيزيكسية التغير الفيزيائي كمياصال التغير الكيميائي نلاحظ هنا أولا أي أنه يتغير مظهر المادة في حين التغير الكيميائي معدنين كميائي يتغير أي تغير أي تغير مظهر المادة وخصائصها وبنية جزيئاتها في التغير الفيزيائي معدنين كميائي أي أنها تحافظ على خصائص مادتها وبنية الجزيئات الخاصة بها في حين هنا في التغير الكيميائي تغير الكيميائي فرق الأوزيليكتان ينبير معده أولوشر أي أنه نتيجة التغير ينشأ لدينا مادة جديدة بخصائص مختلفة وأنا أيضا لدينا بعض الأمثلة الإضافية عن تغير مثلا دعوضاء فيزيكسية الدهيشيم أي تغير فيزيائي في الطبيعة دعوضاء كمياصال الدهيشيم تغير كميائي في الطبيعة فبخار الماء أو التكاثف أو قطرات الندى هي تغير فيزيائي في الطبيعة أما إذا أدت إلى احتراء الحجارة أو الصحور فهو يعتبر تغيرا كميائيا أيضا وجود نصداء فيزيكسية الدهيشيم أي التغير فيزيائي في جسدكم وجود نصداء كمياصال الدهيشيم التغير كميائي في جسدكم التعرق هو تغير فيزيائي أما انتقال كريات دم الحمراء مع ذرات الأكسجين في الدم فهي تعتبر تغيرا كميائيا وهنا أيضا حجينة الخبز عندما نشكلها بالشكل الذي نريد هو تغير فيزيائي أما عندما نقوم بخبزها وتصبح بهذا الشكل فهو تغير كميائي وهكذا في أسئلة هذا الدرس لدينا هنا السؤال التالي فيزيكسية الدهيشيم يرمز له بفي د كمياصال دهيشيم يرمز له بك د ولدينا هنا بعض حالات المادة التي إذا حدثت هل يحدث تغير فيزيائي أم تغير كيميائي مع ضرب مثال كما مر معنا في الدرس سنقوم بترجمة هذه الكلمات للتسهيل كرلماء أي الانكسار إريماء أي الزوبان يانماء الاحتراق بوهرلاشماء التبخر شرماء التسوس أي تسوس الخشب مثلا دونماء التجمد وفالعنماء الصغر أي صغر الحجم قاينماء الغليان في الصغر أي خروج حرارة إلى الوسط الخارجي يوشماء التكاثف رنك ديشمي أي تغير اللون كوكو ديشمي أي تغير الرائحة غاز أطر أي خروج غاز إلى الوسط الخارجي كوكو ديشمي أي تشكل رواسب وان أخيرا كوبور ما أي خروج فقاعات كل هذه الحالات مرت معنا بالدرس وقمنا بضرب أمثل عليها نضع هنا في دي أو كي دي وهنا نختار المثال من الدرس أو من عندنا هنا أيضا سؤال بسيط وهنا تشفينين باصلا مصر أي صدق البسمار هل هو فيزيكسال يضع كيميسال ديشم هل هو تغير فيزائي أم كيميائي أيضا سطون كسلمسين قص الشعر هل هو فيزائي أم كيميائي وبرتقال سكلمسي أي عصر البرتقال هل هو فيزائي أم كيميائي إكميين كفلين مصر أي تعفون الخبز هل هو فيزائي أم كيميائي كبريتيني عن مصر احتراق الكبريت وأجنبوض عن مصر أي تقليم الأشجار هل هو تغير فيزائي أم كيميائي ولماذا وبذلك عزاني الطلاب ينتهي هذا الدرس ونلتقي إن شاء الله مع دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته